سؤال يبينطرح بعد كل تحديث هل البطل الفلاني صار متا هل البطل الفلاني طلع من المتا اليوم رح لكم ابرز التغييرات اللي صارت بالتحديث والابطال اللي صارت متا والابطال اللي طلعت من المتا فإذا عجبك الفيديو واللغة تحب اللايك تشترك في فانز ما كنتمشترك فعز رجلس ننصلك كل فيديو جديد وقبل ما نبلش بالتحديثات والتغييرات اللي صارت اعلانه صغير وبعدها منكمل عم تعاني من مشكلة السيرفرات باللابة عم تلعب الليبة ودائما في عندك لغ تمليت ان المنواب اللي عم يطلعوا معك فلبين بينو بينكون العرب اللي عم يطلعوا معكم اللي عم يخسروكم حابب تغير السيرفر تبعك اليوم انا جبتلك الحال تفتح متجر بلاي او اب استور وبتكتب بالسيرج لاغو فاست موبايل باختصار هذا البرنامج تفتحو بعد ما تنزلو فيك تغير السيرفر تبعك فمثلا انت شخص عايش بمصر حابب تلعب على سيرفر اوروبا بتفوت على البرنامج بتغيير السيرفر تبعك وبتفوت بتلعب الليبة بكل بساطة إذا اذا انت عندك وحابب تضلع على نفس السيرفر تبعك هاد البرنامج بيقاتك. وبذل ايزا انت كمacción بدك تغيير سيرفرك يعني وعلم بدك تلعب بالفلبين بتغير سيرفرك بتلعب نبيين بكل بساطة. رابط تحميل البرنامج تحت بتلاقوه بالوصف شايكو علي يعانكم تليب تيام تجربوا البرنامج ببلاش فانتهزوا الفرصات وجربوا الموضوع اول نقطة خليني احكي عن كمية الابطال يلي اكلت بوف وباعتبار اللابة انها اكلت بوف وبتلاقي السهم تبعها طالع لفوق كل هاي الابطال رح تطلع هيك وتفوت تقرأ التحديث اللي صار عليها حتلاقي انه صارت هاي الابطال تستهلك مانا او انرجي اقل طب شو السبب ليش الكل هيك فجأة صار يستهلك مانا او انرجي اقل باختصار اذا بتطلع وبتدق كتير منيح بتلاقي انه هاي الابطال هي جنجلرز والسبب اللي يخلى اللعبة تعطي هاي البوفات هو انه البلو بوف اكلت نيرف يعني باختصار انت بعد التحديث بتاخد بلو بوف ترجع بتلك متل قبل يعني انت مثلا لو افترضنا بتلعب فاني ففاني صارت تستهلك انرجي اقل هاد ما بيعني انه فاني صارت اقوى لا فاني بعد ما تاخد البلو بوف حاليا حتكون قوتها او استهلاك الانرجي مثل قبل التحديث ليش لانه البوف اكلت نيرف وبنفس الوقت فاني اكلت بوف فالبوف مع النيرف صارت بعض وسبب تغيير هذا الشي بالبلو بوف مشان وقت يكون الرامي ياخد بلو بوف ما يصير او بي زيادة ولا او بي زيادة والفايتر وكذا وهالأصاص هاي لهذا السبب اللي بلو بوف اكلت نيرف فاني مشان ما يتأثر الجنجلر بهذا الموضوع او الجنجلر بس فيه ابطال استفادت من هذا الموضوع مثل روجر روجر مثل ما كلاهاتكم تعرفوا صار يلعب ماركسمن او بجهة القولد لين وباكبار انه روجر بيستهلك مانا كتير فهل لو قد تلعبوا بالرامي صار ما يستهلك المانا اللي بشكل مبالغ فيه وفيك تلعبوا بالرامي بكل سهولة بدون بوت المانا هيك منكون خلاصنا منه النقطة الاولى النقطة التانية التانكات نفس المبدأ التانكات اغلبها اكلت بوف على هذا الموضوع صارت تاكل دمج اعلى السبب ورا هذا الشي انه ايتمات الدفاعية كمان اكلت نير مو كل الايتمات الدفاعية بس اغلبها ونفس المبدأ البلو بوف والجنجلر بس فيه ابطال استفادت من هذا الموضوع مثل باراتس باراتس مثل ما كلاهاتنا بنعرف هو تانك بيشكل كتير كبير وبعد الاضافة الخفيفة اللي صارت عليه صار قهوة زائد عندنا باكسيا فاتل متا باكسيا مثل ما بتتذكروا قبل كم سيزون كان بيلاعب لانه اكل نير فبعد هذا الضف الخفيف اللي اكله رجع للميتا فهيك بكون صار عنا اثنين من الابطال فاتل الميتا اللي هنن باراتس زائد باكسيا باراتس كام ميتا بس في احيان الاجيام ما تبند بس حاليا رح يتبند يعني افترضنا كان يتبند 50 بالمية بالجيم هلأ صار يتبند 70 بالمية بالجيم باكسيا حاليا ما حتل ايام يتبند بس ممكن بالمستقبل يتبند رح حيكون كتير قوي بالجنجل هاي بشكل عام عن التحديث اللي كبير اللي كتير منكم شايفين انه صار تغييرات على كتير ابطال هاد هو السبب فهلأ خلينا ننتقل لموضوع النير فات او موضوع انه الابطال اللي طلعت من الميتا كتير منكم لسه عم يبندوا كاري وعم يفكروا كاري لساعة ميتا كاري رجعت بطلة عادية او بطلة طبيعية خلينا نقول متل قبل ما تأكل باف صارت كاري قوية ضد التانكات اذا ضدك ما في كاري ماركس مان او رامي عادي جدا فكاري طلعت من الميتا ما صارت ضعيفة وانما الساعة قوية كاري قوية بس امد قوية سيكون ضدك تانكات اتمنى تفرقوا بين موضوع متا كاري قوية ضد التانكات بس ما لها متا يعني ما بتشتغل بكل جيم روجر نفس المبدأ روجر قوي بس ما له متا خلينا ننتقل لنقطة لينك كثير منكم مفاهماني انه لينك هاللينك لينك باختصار صار بين لعب مثل قبل لينك اكل طاقوية شان العالم ترجع تلعبه من اول و جديد اللي ما بيعرف لينك كان شبه منسي من الجيم فبهاي الحركة رجعوا لينك للساحة وخلوه يرجع ينلعب فهاللينك متا لا هاللينك قوي ايه بالنهايك الجيم ويلو بطله فاذا انت بتعرف تلعب لينك فاللينك صار فيك ترجع تلعبه لانه لينك بالأيرلي جيم صار اقوى ما حافوت بالتفاصيل اللي صارت التغيرات على كل البطل وانما ها احكي بشكل عام مشان ما يكون الفيديو طويل ويكون ممل منيجي للنقاش الاكبر ياللي صاير وهو انه هل جوي اكلت نير؟ لا بقي حطى سهم لجولة تحت كل العالم انفكرة انه جوي اكلت نير خليني اشرح لكم شوي عن جوي في كتير عالم تلعب جوي مو فهماني انه جوي ليش ميتة اغلب العالم من فكرة انه جوي ميتة لانه قد تكبس الالت وهي مساوي الدعشات صح ما بتاكل استان هل هاد سبب كافي انه جاي تصير ميتة؟ اكيد لو جوي بديه دمج يكون عالي لحتى وقت ما تاكل استان تقدر تستفيد من الدمج العالي تبعها فقررت اللابة انه تعطيها نيرف على هذا الموضوع صارت وقت تكبس الالت حتى لو مساوي الدعشات صح صارت تاكل استان بس بالمقابل تعطيه سلو افكت او تبطيق الاعداء فالعالم قررت هذا الموضوع وخلص صارت تقول انه جوي طلعت من الميتة او جوي صارت ضعيفة و جوي اكلت نيرف حتى اللابة اي لانه جوي اكلت نيرف بس هذا الشي غلط جوي صار دمجها اقوى من قبل بنسبة 30 بالمية يعني اذا من قبل كم تقتل ماركس مان بثلت داشات هلأ صرت بتقتله بداشين الالت كامل هلأ صار بتضعك تقريبا ثلتر باع الالت الارقام مو دقيقة بس هيك امثلة مشان اوضح لكم الموضوع بشكل مبسط ففعليا جوي ما طلعت من الميتة وانما فاتت الميتة بشكل اقوى بالنهاية انت بس بدك تغير اسلوب لعبك بجوي فانت اذا بتلعب جوي صح وبتفوت بالداشات وبتدمج بالداشات زائد الالت فانت عم تلعب ببطل دمجه كتير عالي زائد سرعة زائد تبطيق للاعداء فوقت جوي تاكل استن القال طبعا ما بيلتغى بيضل شغال بضل انت عم تضرب الخصم فهذا ما بيعني انه جوي اكلت نارف وطلعت من الميتة جوي اوكي اكلت نارف على موضوع الاميون بس دمجها صار اعلى فجوي فاتت الميتة بشكل اكبر من قبل بس انت لازم تغير اسلوب لعبك فيها حتى تعرف انه عن جد هي صارت اقوى من قبل صارت متة اكتر خلينا نطلع من جوي اللي مبدئيا ونروح على الميتة الباقيانة اللي هو هارث هارث صار اللي حاليا متة ليش؟ لانه صار دمجه اقوى بكتير باختصار وما مننسى انه هارث بي تقدر تلعبه كجنجلر كميدلين وكرامي او كجولدلين والشخص يلي اتوقع بده وقت كتير ليطلع من الميتة اللي هي ماشا ماشا قوية بشكل مرعب اذا انت بتعرف تلعب ماشا انا ما بعرف ماشا فانا ما بدع رجيكم انه هي متة وانما هي متة ماشا دمجها مرعب جدا 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 زايد انه ماشا رجع فيك تلعبه كرومر وتضل تتزانخ على جنجلر الخصم فماشا اكيد من الميتة وبدنا نضيف لماشا شخص بيشبه كتير اللي هي هي هيلدا هيلدا رجعت زناختها باختصار هيلدا رجعت تتزانخ متل قبل اذا انت شخص تحب تلعب هيلدا رومر فهيلدا رجعت متل قبل وتأخدها رومر وتعطت زنخ على الجنجلر فهذا الشي صار فيك ترجع تساوي هل هي متة؟ يعني فينا نقول قبل الميتة بشوي اكسبورغ كان متة لساعته متة حسب معلوماتي او حسب ما بتذكر انه اكسبورغ لا تتغير على اي شي فا اكسبورغ لساعته اكسبورغ بيضل تانكي دمجه عالي فا اكسبورغ متة عندنا البطل الاخير اللي هو صدمي صراحة وانا كنت متوقع من الميتة بس ما طلع من الميتة اللي هو هيلكورت هيلكورت اكل ريفامب وبعد هذا الريفامب انا توقعته صراحة انه يفوت للميتة بشكل كتير كبير خاصة من اسلوب اللعب في انه الباسيك اداك توصر اقوى صح خففوا دمج السكند بس بتتجدد بشكل اسرع فتوقعت انا انه هيلكورت حيرجع متة او حيصير متة بس للاسف دمج هيلكورت ما له كافي انه يفوته الميتة هل هيلكورت اوي؟ هل هيلكورت متة؟ لا هيلكورت مو متة انا من قبل حكيت انه هيلكورت سيفوت الميتة بس بعد ما جربته قيمين هيلكورت برأيي ما له متة ممكن انا ما اكتشفت هذا الشي ممكن لسه ممكن اعطي فرصة تانية بس حاليا انا لابت قيمين به هيلكورت بعد ما ساولوا ريفامب برأيي الشخصي انه هيلكورت ما له متة وانما قوي في بطل نسيته انا اللي هي ايف ايف اكلت بوف على الدمج تبعها في ايف صارت متة وفي عنا فيكسانا فيكسانا قوية جدا لدرجة انه قبل الميتة بشوي لماذا فيكسانا قوية؟ لانه تعطي كنترول على تيم فايت زائد استنات ودمج عالي ففيكسانا متة يعني ممكن تضع متة وممكن ما تضع متة يعني انت وخيارك انت والشي اللي بتقرره لانه فيكسانا قوية وقابلة انه تفوت الميتة بس هل فيكسانا متة يعني سؤال محير خلينا نقول بس فينا نقول انه ايه فيكسانا من الميتة انا يعني ممكن نحطها مع الميتة يعني انت بتتردد انه متة قبل الميتة بشوي كتير قوية يعني الموضوع محير شوي مع فيكسانا بس قلينا نقول انها متة اتوقع هاي هي الابطال كلا ياتا ما بعرف ممكن نسيت حدا ما لي متذكر حاليا اذا انت عندك اي بطل حاصل انه متة تكتبلي تحت بالتعليقات تكتبولي رأيكم بالتحديث الجديد هل عجبكم ما عجبكم شو رأيكم بالتحديث اللي صار باللابة شاركوني ارائكم تحت بالتعليقات واكيد اكيد اكيد لا ينسوا تضطوا اللايك وشاركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وفعلوا زر الجرس لنصلكم كل فيديو جديد وفعلوا زر الجرس السلام